البيان الختمي لم يخلو من نقاط خلاف اربع دول تحفظت على فقرات منه وهي قطر وليبيا وتونس والصومال فقد عبرت حكومة الوفاق الليبية عن استغرابها مما وصفته ازدواجية المعايير التي اتبعتها الجامعة العربية بخصوص الوضع في ليبيا والتي قالت انها لم تحرك ساكنا حين كانت العاصمة ترابلس تحت قصف اللواء المتقاعد خليفة حفتر وداعميه بينما ترسم اليوم الخطوط الحمراء وتحفظت ليبيا على البند السابع الذي طالب بسحب كافة القوات الاجنبية ودعت الى التفريق بين تركيا التي جاءت بناء على اتفاق معها وبين قواتنا اجنبية تعتدي على سيادة الدولة كما طالت تحفظات حكومة الوفاق البند الثامن الذي يرحب بمبادرة القاهرة الاخيرة اما قطر فشاركت حكومة الوفاق تحفظاتها على البندين السابع والثامن ودعت الى تنفيذ اتفاق السخيرات والعودة الى الحوار الوطني بما يحفظ سيادة ليبيا وامنها